تتوالى ردود الفعل الدعية حركة طالبان للابتعاد عن إيواء الإرهابيين بعد سيطرتها على أفغانستان لأول مرة منذ عشرين عاماً عند سقوطها حينها أمام ضربات التحالف الدولية الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن بلاده تتواصل بشكل مستمر مع حركة طالبان من أجل ضمان وصول الأفغان بأمان إلى مطار كابل الذي يعد المنفذ الوحيد للخروج من البلاد في الوقت الحالي وشدد بايدن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن أن إدارته ستفرض شروطاً على الحركة حتى تنال اعتراف واشنطن مضيفاً أنه أجرى مباحثات بشأن الوضع في أفغانستان مع مستشار الأمن القومي وقادة الجيش الأمريكي وحذر الرئيس الأمريكي حركة طالبان من أن أي تهديد من قبلها سيواجه برد أمريكي قوي وحازم وأوضح بايدن أن بلاده تمكنت من استئناف عمليات الإجلاء بعد توقفها لوقت قصير وأنفى عدم تمكين أمريكيين من الوصول إلى المطار مشيراً إلى أن الجسر الجوي الذي أقيم مع أفغانستان هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بايدن وخلال المؤتمر الصحفي ثمن الدور الكبير الذي لعبته دول حلف شمال الأطلسي بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة مؤكداً أن ذلك يحدث في كل مرة تنشر فيها بلاده جنودها وكانت حركة طالبان قد سيطرت قبل أيام بشكل كامل على العاصمة الأفغانية كابل وسطات خبط دولي وموجات فرار كبيرة من قبل الأهالي نحو المطار الذي تعطلت الحركة فيه لفترة بسبب تدافع الجمع البشرية